أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد ومتجدد من حديثي الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها كالعادة بالجرائد الوطنية ومن جريدتها المساء نقرأ الجزائر واقفة الجزائر لن تنهار رغم عواء الذئاب ووجه آخر نداء لمكدسي الأموال في البيوت الرئيس تبون حيث أكد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أن الجزائر حققت صادرات بقيمة سبع مليارات دولار خارج قطاع المحروقات العام الماضي بارتفاع قدر بثلاثين بالمئة لأول مرة منذ استقلالها في حين ارتفع احتياطي الصرف إلى أكثر من ستين مليار دولار فيما بلغ النمو الاقتصادي أربعة فاصل واحد بالمئة السنة الماضية مع توقع وصوله إلى خمسة بالمئة خلال السنة الجارية واستعرض الرئيس تبون خلال أشغال اجتماع الحكومة ولات بقصر الأمم جملة من المؤشرات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية بفضل الاستراتيجية التنموية المجسدة ومشاركة الولاد في حل حالة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات الاقتصادية وأوضح أنه من بين النتائج التي سمحت باستحداث ديناميكية واضحة اقتصادية واجتماعية تقليص فاتورة الاستيراد بمبلغ يتراوح ما بين 36 إلى 38 مليار دولار إلى جريدة المشوار السياسي التي عنونت الجزائر رائدة عالميا في مجال ضمان الأمن الغذائي حسب التقرير الأخير لمنتدى دافوس العالمي حيث كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحافظ هني يوم الخميس أن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس في تقريره الأخير صنف الجزائر من بين البلدان الرائدة عالميا في مجال ضمان الأمن الغذائي عن طريق انتاجها الوطني في كلمته برسم أشغال لقاء الحكومة ولات أشاد هني بنتائج التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس الصادر يوم الثلاثة السابع عشر من جنفية الجاري وأشار هذا التقرير إلى أن حصة الانتاج الفلاحي للفرد تضاعفت في السنتين الأخرتين وذلك بفضل نجاعة النموذج الفلاحي المعتمد من طرف السلطات العمومية وتضاف نتائج هذا التقرير إلى تلك التي خالصت إليها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فحيث صنفت الجزائر في المرتبة الأولى على المستويين العربي والإفريقي خلال ثلاث سنوات متتالية ما بين سنة 2020 وسنة 2022 إلى جريدة الوسط التي عنونت القانون الأساسي لأعوان النظافة الاستشفائية جاهز قريبا حيث أكدت مديرة التكوين بوزارة الصحة ليندخ والد الأول أمس الخميس بسطيف بأن الوزارة الوصية تطمح لأن يكون القانون الأساسي الخاص بأعوان النظافة الاستشفائية الجاري حاليا إعداده جاهزا خلال الثلاثية الأول من سنة 2023 وأشارت خوالد في تصريح لوكلة الأنباء الجزائرية على هامش إشرافها على افتتاح اليوم الوطني الثالث عشر للتمريض حول النظافة الاستشفائية وتسيير العلاج بأن القانون الأساسي لأعوان النظافة الاستشفائية يتواجد حاليا على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية للنقاش في انتظار المصادقة عليه وأضافت ذات المسؤولة بوزارة الصحة بأن هذا القانون الأساسي سيمكن من استحداث رتب جديدة مخصصة لهذه الفئة من المستخدمين تسمح لهم بالترقية وتطوير مسارهم المهني من خلال المرور على الرتب القاعدية إلى رتبتي المتوسطي والعليا إلى جريدة أخبار اليوم التي عنونت أمطار وثلوج الخير تعم مختلف ربوع الوطن ارتياح كبير للمواطنين وبشرة خير للفلاحين حيث بعد تخوفات كبيرة من الجفاف بسبب شح الأمطار عمت الفرحة في القلوب واستبشر الكل خيرا بتهاطل الأمطار والثلوج في مختلف ربوع الوطن يقول المقال بحيث لبست الجبال والمرتفعات حل بيضاء ناصعة وعاش الكل أجواء موسم شتوي بارد بعد تساقط الثلوج بكميات معتبرة كما هبأوا الشاق الأبيض إلى المرتفعات لمداعبة كرات الثلج البيضاء على غرار ما عاشته منطقة تيكشدا بالبويرة والشريعة بالبوليدة بحيث خرجت العائلات لعيش الأجواء الشتوية الرائعة مع تساقط أولى الثلوج التي تنبئ بموسم فلاحي ظاهر يقول هذا المقال إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا وزير الداخلية رئيس الجمهورية قدم كل الدعم للولات لتفعيل دورهم في الميدان حيث قال وزير الداخلية والجماعات المحلية واتهي العمرانية إبراهيم مراد أن لقاء الحكومة ولات كان ثاريا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي قدم كل الدعم لولات الجمهورية من أجل تفعيل دورهم في الميدان وأضاف وزير الداخلية في كلمة له على هامش اختتام لقاء الحكومة ولات أن اللقاء كان فرصة أخرى ليدرك ولات الجمهورية حجم الدعم والتأييد الذين يحضون به من قبل رئيس الجمهورية بغرض تفعيل دورهم في الميدان مشيرا إلى أن الوالي مطالب بالبحث عن سبول خلق الثروة في ولايته وتثمين كل قدرتها موضوع آخر على موقعي النهار أونلاين نقرأ فيه جيجل الشروع في نقل الحديد الخام عبر القطار بداية من اليوم حيث أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكاك الحديدية عن الشروع في نقل الحديد الخام بين مركب الشركة الجزائرية القطرية للصلب وميناء جنجن بجيجل عبر القطار بداية من اليوم السبت وحسب شركة النقل بالسكاك الحديدية العملية تنطلق بداية من اليوم وتأتي بعد تجارب تقنية تمت على خط سكة الحديد الممتد على مسافة خمسين كيلومترا وأضاف البيان أنه سيتم في المرحلة الأولى برمجة رحلتين قطارين يوميا بسعة ستين مقطورة وبطاقة شحن تقدر بثلاثة ألاف طن يوميا علما أن البرنامج السنوي الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين يصل في مرحلة أولى إلى مليوني طن مع إمكانية رفعه إلى ثلاثة ملايين طن موقع الشعب أونلاين عنوانا الوزير رزيق يستقبل من قبل الرئيس الموريطاني حيث استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات كما رزيق بن وقشط من قبل الرئيس الموريطاني محمد ولد الشيخ الغزواني وذلك على هامش افتتاح معرض المنتجات الجزائرية بالعاصمة الموريطانية حسب ما علم يوم الجمعة لدذات الوزارة وسمح اللقاء بالتأكيد على إرادة قائدي البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية خاصة ما تعلق بترقية المبادلات التجارية وفقا لذات المصدر وعاقب اللقاء الذي جرى أول أمس الخميس صرح رزيق أن اللقاء شكل فرصة سانحة لتقديم تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أخيه الموريطاني محمد ولد الشيخ الغزواني كما أكد الوزير أنه تم خلال نفس اللقاء إبلاغ الرئيس الموريطاني استعداد الجزائر التام والمطلق لمرافقة ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين وتلبية ما تحتاجه موريطانيا إلى موقع الخبر الذي عنون غالي يفوز بعهدة جديدة حيث فاز الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بعهدة جديدة على رأس الأمانة العامة للجبهة الشعبية لتحرير السقية الحمراء ووادي الذهب البوليساريو مدتها ثلاث سنوات وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية يقول هذا المقال تحصل إبراهيم غالي على 1253 صوتا أي ما يعادل 69% من الأصوات مقابل 31% تحصل عليها منافسه ومستشاره للشؤون السياسية البشير مصطفى وجاء انتخاب غالي خلال أشغال المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو حيث يصبح إبراهيم غالي أمينا عاما لجبهة للجبهة ورئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وفقا لمقتضيات القانون الأساسي ودستور الجمهورية الصحراوية إلى المواقع الإلكترونية الدولية والبداية بموقع الميادين وفي شأن الفرنسي عنوان إصلاح المعاشات التقاعدية في فرنسا بدأت المواجهة وتتساعد حيث يقول هذا المقال يبدو أن فرنسا ستواجه موجة ثانية من الاحتجاجات بعدما اتفقت النقابات الفرنسية الرئيسية الثمانية على موعد جديد للتعبئة ضد إصلاح المعاشات التقاعدية في يناير فيما قالت النقابات العمالية أن أكثر من 2 مليون متظاهر نزلوا إلى شوارع فرنسا أول أمس الخميس وأحصت وزارة الداخلية أكثر من مليون في نهاية هذا اليوم النقابات شنت المعركة عبر حركة جماهرية وتبعها مئات الألاف من المتظاهرين يقول المقال من جانبه أظهر إمانويل ماكرون تصميمه من برشالونا حيث كان يشارك في القمة الفرنسية الإسبانية ويضيف المقال أن وزير العمل أوليفي دوسويت اعترف بنفسه في تعبئة كبيرة تضمن أننا يجب أن نستمع إلى الرسائل في المواكب إلى موقع روسيا اليوم الذي عنونا الولايات المتحدة وحلفاؤها يوافقون على إدخال سقفين منفصلين لأسعار منتجات النفط الروسية حيث اتفق ممثل تحالف الدول المشاركة في سياسة الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا ومنتجاته على الحاجة إلى إدخال سقفين منفصلين لأسعار المنتجات النفطية الروسية حسب ما قالت ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية اتفق نواب الوزراء على نهج للمنتجات المصنعة من شأنه أن يوفر سقفين منفصلين بالإضافة إلى سقف أسعار النفط الخام أحدهما المنتجات التي يتم تداولها عادة بعلاوة على النفط الخام مثل الديزل أو البنزين والآخر للمنتجات التي يتم تداولها بخصم على النفط الخام مثل زيت الوقود كما وافق التحالف في مارس على مراجعة سقف أسعار النفط الخام الروسي مع مراعاة التغيرات المحتملة في السوق بعد إدخال سقف أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من شهر فيبري موقع سكاي نيوز عربية عنونا الحكومة الصينية الأسوأ قد ولى مع كورونا حيث قالت الصين أن الأسوأ قد انتهى في معركتها ضد كوفيد 19 وذلك قبيل ما يتوقع أن يكون أحد أكثر أيام السفر ازدحاما منذ سنوات الجمعة في حركة تنقل كبيرة للناس تغذي المخاوف من زيادة أخرى في عدد الإصابات ونقلت وسائل إعلام رسمية عن نائبة رئيس الوزراء سون تشولان التي تشرف على جهود مكافحة فيروس كورونا في وقت متأخر الخميس قولها أن انتشار الفيروس عند مستوى منخفض نسبيا وذلك بعد أن قال مسؤولون بقطاع الصحة أن عدد مرض كوفيد في العيادات وغرف الطوارئ وأصحاب الحالات الحرجة قد بلغ ذروته يقول هذا المقال إلى موقع الجزيرة الذي عنونا بعد فشله للمرة الحادي عشر نواب لبنانيون يعتصمون داخل البرلمان سعيا لانتخاب رئيس جديد للبلاد حيث وصل نواب لبنانيون مستقلون لليوم الثاني على التوالي اعتصامهم داخل مبنى البرلمان وسط العاصمة بيروت لتكثيف الضغوط على السلطة السياسية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل أزمة اقتصادية وفراغ رئاسي مستمر منذ قرابة ثلاثة أشهر وجاء الاعتصام الذي دشنه نائبان لبنانيان عقب إخفاق البرلمان أول أمس الخميس في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة الحادي عشر منذ شهر سبتمبر خلفا لميشيل عون الذي انتهت ولايته في الحادي والثلاثين أكتوبر الفين واثنتين وعشرين وانضم الجمعاء اثنى عشر نائبا إلى الاعتصام يقول المقال من بينهم مستقلون وآخرون ممن أفرزهم حراك سبعة عشر أكتوبر الفين وتسعة عشر ويسمون أنفسهم التغييريين يقول هذا المقال ختاما بموقع الانديبندنت العربية الذي عنونا الشرطة البريطانية تغرم سوناك لعدم ارتدائه حزام الأمان وفرضت الشرطة البريطانية أمس الجمعة غرام على رئيس الوزراء ريشي سوناك لركوبه السيارة من دون ارتداء حزام الأمان أثناء تصوير مقطع مصور لوسائل التواصل الاجتماعي وهي ضربة محرجة محتملة في وقت يحاول فيه إنعاش مصير حزبه واعتذر سوناك أول أمس الخميس عما وصفه بأنه خطأ قصير الأمد في التقدير وكان سوناك يصور مقطع المصور من المقعد الخلفي لسيارته أثناء سفره في شمال إنجلترا من دون أن يرتدي حزام الأمان وهذه هي العقوبة الثانية التي تلقاها سوناك من الشرطة بعد أن اكتشف العام الماضي أنه انتهك قواعد أخلاق كوفيد 19 إلى جانب رئيس الوزراء حين ذاك بوريس جونسون بهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل وإياكم إلى ختام جولتنا عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم